ارائي سي 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 يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الامن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية ختام فعليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك 5 التحالف العربي يعلن مقتل أكثر من 40 من قوات الحوثي وتدمير 5 آليات عسكرية خلال عمليات في مأرب السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السي سي سي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجامع الصناعات الغذائية قهة وإدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير كما وجه رئيس سي 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 بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في زراعات الزيتون بمصر إضافة إلى توفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشكل اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السي سي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرية والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 فدانا وبتكلفة استثمارية حوالي 5 مليارات ونصف المليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائية بكافة أنواعها المختلفة وقد وجه السيد الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ المشروع ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير أخذا في الاعتبار النقلة النوعية الضخمة التي سيمثلها هذا المشروع لاستكمال مدينة الصناعات الغذائية بمدينة السادات والتي تضم سلسلة مصانع غذائية من ضمنها مجمع صناعات سايلو فودز كما شهد الاجتماع عرض موقف الزراعات الزيتون في مصر بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية فضلا عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافية على مستوى المحافظات وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وذلك من خلال ترشيد استخدام الأسمالات والبذور وسهولة استخدام نظم الري الحديثة لترشيد استخدام المياه وتيسير تطبيقات الميكانة في الزراعة لتقليل تكاليف الإنتاج والحد من الفاقد الناتج من الحصاد بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية الفدانية من ناحية الكم والنوع وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة إلى جانب تطبيق أساليب الري الحديث في المساحات المنزرعة بالشتل وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستواهم المعيشية كما اطلع السيد الرئيس على أهم محاور الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في البحيرات المصرية على مستوى الجمهورية سواء من خلال المصايد الطبيعية أو عن طريق الاستزراع السمكي موجها سيادته بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر خاصة عن طريق الالتزام بفترات وقف صيد الأسماك وقت تفريخها إلى جانب إحكام الرقابة ومناء طرق الصيد المخالفة بالإضافة إلى تزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج ولمزيد من المتابعين نضم إلينا هاتفين الدكتور صلاح مصلحي رئيس حقيقة الثروة السمكية دكتور صلاح يعني إيه متطالبات الرؤية المستقبلية لتنمية قطاع الثروة السمكية في مصر في الحياة فندم خطط مصر 20-30 لتنمية الثروة السمكية قائمة على عدة محاور المحور الأول هو التنمية المستدامة للاستدراع السمكي في مصر واللي عبدور كبير جدا في إنتاج السمك الثاني محور هو الحالة على المستطحات المائية وتنميتها وادخها بالعديد من الزريعة للمستاج الأمثل من المستحات المائية في البحيرات المصرية والحفاظ على القواعد والضوابط الخاصة بعملات الصيد ومنع الصيد والصيد الجائر وصيد الزريعة من المستحات المائية وخاصة صلصا البحار البحر الأبيض والبحر متوسط والبحر الأحمر والقناة السويس والنيل بالإضافة لإدخال التكنولوجيا الجديدة في استدراع السمكي والاتجاه نحوى الاستدراع البحري هناك العديد من المشاريع القومية العملاقة في الاصدراع البحري والتطلب العديد من الزريعة فالسيد رئيس الجمهورية أوصى وعطى تكتاب بتوفير المستدامات اللازمة لإنشاء العديد من الفراخات للأسماك البحرية وبالفعل نحن قائمين على هذا العمل بكل جد والحمد لله استطعنا تطوير المفرق في الكيل 21 لتفريخ الجنباري والدينيس والأروس كفاته حوالي 3 مليون زريعة العمدا ان شاء الله يطلع أكثر من 15 مليون زريعة وجاري حاليا الانتهاء من مفرق في الشرم الجميل في برسعيد لإنتاج حوالي 15 مليون من زريعة اللوت وسمك موسى والدينيس والأروس والجنباري بالإضافة لدخول التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على وحدة المياه ووحدة التربة والاتجانح والاستدراع التكاملي والاستدراع الصحراء والاستخدام المياه الجوفي ما الذي نمتلك من إمكانيات لتعزيز الثروة السمكية في مصر إضافة إلى التكنولوجيا التي ذكرتها في الحقيقة عندنا ما نمتلكه هو العديد من المسطحات المائية ومصادر المياه الملحة والبحيرات المصرية بمساحات كبيرة جدا جدا يمكن تبقى لتوجهات السيد الرئيس الجمهورية بإعادة البحيرات المصرية إلى صادق عهدها كان في خلال العقود الماضية هناك العديد من التعديات والإطماءات والتلوث لبعض هذه البحيرات المصرية فطبعا تم العمل في خلال السنوات الماضية لإزالة معظم هذه التعديات الموجودة على البحيرات المصرية وإزالة إطماءات وفتح البواغيز وتطير المياه وطعمة المياه والدفع بالزريعة وكان ده له مرضود كبير جدا في خلال السناتين الماضيتين يعني لو بصينا بحيرة المنزلة كانت مثلا في 2014 مجمل إنتاج بحيرة المنزلة كانت 42 ألف طن السنة دي في 2021 أنتاجة 85 ألف طن طبعا بحيرة المنزلة فيها حوالي 30 ألف سيار بحيرة البورولوس كانت نتيجة برضو العمل التطيري تمت على مدار السنتين الماضيتين كانت إنتاجها 68 ألف طن في 2016 في 2021 إنتاجها وصل لمية وخمسة ألف طن ودي بتخذل حوالي 40 ألف سيار بحيرة السد العالي كانت إنتاجها 21 ألف طن في عام 2014 في خلال الست سنوات الماضية إنتاجها وصل عام 2021 إلى 28 ألف طن وإجمال السيدين فيها يفوق على 14 ألف سيار بحيرة مريوت الحمد لله برضو كانت إنتاجها حوالي 9 ألف طن عام 2016 في 2020 وصلت لـ 15 ألف طن وفيها ما يقرب 12 ألف سيار وجال العمل لتطوير وتطهير البحيرات ودفعها بالعديد من الزريعة للاستغلال الأمثل لهذه المستحات المائية دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد والذكرى 11 لثورة 25 من يناير وفي برقيتها أعرب رئيس مجلس النواب باسمه وباسم عضاء المجلس عن خالص التهنئ بمناسبة ذكرى عيد الشرطة الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 من يناير مشيرا إلى تذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر والذين يتواصل لعطاؤهم ولم يبقلوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن كما أكد رئيس مجلس النواب أن رئيس السيسي وقف مع الشعب في فترة والتي نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج وسد عنه مطالع الفتن وأدرك بحسه الوطني منذ أن تولى قيادة مصر أن خطابه يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراره يجب أن يقاس بمصلحة مصر فأعطى جهده لإعادة بناء الوطن كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة متقدما بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية التي نتذكر فيها رجالا صدق مع هدو الله عليها فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لطرابه المقدس بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير وتقدم رئيس مجلس الشيوخ في البرقية باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية للرئيس السيسي بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة تلك الذكرى الخالدة التي أثبت فيها رجال الشرطة شجعتهم في حماية أمن البلاد مشيرا إلى أن الذكرى تأتي تقديرا للجهود التي قاموا بها في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن واعترافا بتضحياتهم المستمرة في ضحض العنف كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير تلك الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين مطالبين بتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ليحمي جيش مصر العظيم تلك المطالب إلى أن خرج الشعب في الثلاثين من يونيو لتصحيح المصار إلى ذلك بعث رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة مؤكدا أن رجال الشرطة جسدوا في هذه الذكرى أروع البطولات للحفاظ على أمن البلاد ولا يزلون يبذلون أقصى جهودهم لحماية الوطن بعث رئيس مجلس سأل وزراء دكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة لرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الحديث عشر لثورة الخمس والعشرين من يناير وفي برقيته قال مدبولي أنه ينتهز المناسبة ليذكر بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها رئيس عبدالفتاح السيسي في دفع عجلة التنمية والبناء لتشهد مصرنا الغالية نهضة تنموية غير مسبوقة بمختلف المجالات معربا عن أمله في أن يعيد الله هذه المناسبة على رئيس عبدالفتاح السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر الكريم بالتقدم والرقي والازدهار كما بعث رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وفي برقيتها أعرب مدبولي عن أخلص التهاني وأصدقاء تمنيات الوزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية المهمة مضيفا أن تلك المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقرارها أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافقة 27 من يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئة العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدلا من يوم الثلاثاء الموافقة 25 من يناير وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 من يناير وعيد الشرطة ذكر المتحدث العسكري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تهنئ وزارة الداخلية ورجالها بمناسبة لاحتفال بعيد الشرطة دعية للمولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن نظل دوما حصنا وسندا لمصرنا الغالية في إطار خطة قيادة العامة لقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع قوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بينطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط وذلك باشتراك الفرقاتة المصرية بورسعيد مع الفرقاتة الفرنسية لبروفنس وبدأت فعليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار واحتمل التدريب على مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية والتي تتمثل في التدريب على تنفيذ عمليات مشتركة لصد الهجوم الجوي وتنفيذ تمرين تشكيلات الإبحار بالإضافة إلى تمرين المواصلات الليلية والتصوير والدفاع ضد التهديدات غير النمطية وتمرين حرب إلكترونية والإمداد بالبحر هذا ويعد التدريب هو الثاني من نوعه مع البحرية الفرنسية في فترة زمنية وجيزة بما يسهم في تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الفرنسي والاستفادة من قدرات التنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكل الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين قوات البحرية المصرية والفرنسية أعلن المتحدث العسكري اختتام فعليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 والذي جرت فعلياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية يأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية اختتمت فعليات التدريب المصري السعودي المشترك تابوك 5 والذي شاركت في تنفيذه عناصر من المشات والمدرعات والقوات الخاصة لكل البلدين والذي جرت فعلياته بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية ويأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكل البلدين الشقيقين بهدف توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات التدريبية بدأت المرحلة الختمية بعرض التوجيه الطوبغرافي والتكتيكي لمنطقة التنفيذ والتي تتضمن عملية اقتحام وتطهير قرية حدودية تم الاستلاء عليها بواسطة العناصر الإرهابية وشملت المرحلة تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية حيث قامت عناصر المظلات بالقفز الحر خلف خطوط العدو لتطقيق المعلومات وقطع طرق الإمداد ونفذت عناصر المشات الميكانيكي والعناصر المدرعة الحصار الخارجي للقرية وقامت القوات الخاصة لكل البلدين بتنفيذ الاقتحام العمودي وتطهير القرية وتحرير الرهائن كما تم الدفع بعناصر التأمين الطبي والإداري لأعادة الحياة لطبيعتها أعقبه استفاف لعناصر من القوات المشاركة في التدريب وعسف السلام الوطني لكل البلدين وشاد قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية بالمستوى المتميز والجهد المفذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية موجها شكرا لجميع العناصر المشاركة في التدريب وألقى قائد القوات المصرية المشاركة في التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مؤكدا على أن خروج التدريب بالمظهر المشرف والمستوى اللائق هو نتاج للجهد المتواصل والتدريب المستمر على مدار الأيام الماضية مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية حضر المرحلة الختمية رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين شهدت العاصمة العمانية مسقط انطلاق فعاليات اجتماع الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصري العماني المشترك وذلك بحضور كل من وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العماني بدر البوسعيدي كما شارك في الاجتماع وزير التجارة والصناع بسلطنة عمان قيس اليوسف ويأتي هذا في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات افتتح وزير الخارجية سامح شكري ونظيره العمانية بدر البوسعيدي مقر المستشفى العربي التخصصي بالعاصمة مسقط وهو أحد المشروعات الاستثمارية المصرية العمانية المشتركة وذلك بحضور وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني المشتركة وكان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي في مستهل زياراته الحالية إلى مسقط وأوضحت وزارة الخارجية أن شكري سيلتقي خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين لبحث أوجه العلاقات الطنائية المتميزة بين البلدين فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا العربية الملحة وأبرز الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك أعلن التحالف العربي مقتل أكثر من أربعين عنصرا من قوات الحوثي وذلك خلال عمليات استهداف بمحافظة مأرب وذكر التحالف في بيان أنه نفذ تماني عمليات استهداف ضد قوات الحوثي خلال أربعين وعشرين ساعة أدت إلى تدمير خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الحوثي طلق الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون تم خلاله تناول قضايا تخص العلاقات الطنائية في المجال الاقتصادي وكذلك التعاون بين البلدين في كافة المادين وخلال الاتصال أوضح الرئيس التونسي جملة من المواضيع خاصة المراحل التي تم قطعها والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس كما أكد سعيد أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقا بالواقع من جانبه أكد الرئيس الفرنسي على دعم بلاده لتونس ومسندته لها خاصة في المجال الاقتصادي وعبر عن تفاهمه للعديد من القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس استقبل رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال زيارته الحالية لبيروت ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الكويتي مع الرئيس اللبناني ورئيس البرلمان نبيه بيري غدا الأحد وذلك لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف الوضع الاقتصادي بلبنان شدد عضو مجلس السيادة الانتقالية بالسودان عبدالباقي عبدالقادر الزبير على أهمية وحدة الصف الوطني وجمع الكلمة وصولا بالفترة الانتقالية إلى نهايتها وإقامة انتخابات حرة ونزيها مرحبا بكم مجددا انطلقت صباح اليوم من مطار قاهرة دولي أول رحلة تجربية في قارة أفريقيا تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران بخدمات ومنتجات صديقة للبيئة على متن طائرة متوجهة إلى باريس وعلى متنها 219 راكبا وأضحت وزارة الطيران المدني بأن استراتيجيتها بمجال البيئة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف البيئة اهتماما كبيرا وجهود الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي ومواكبة رؤية مصر 2030 حيث تهدف استراتيجية شركة مصر الطيران إلى تقليل استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال على متن رحلاتها بنسبة 90% قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي لكتاب السماح لجمهور بالدخول إلى مقره بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية دون الارتباط بشهادات تلقي لقاح فيروس كورونا ويتي ذلك نظرا لوجود مركز لتلقي اللقاح بالمعرض على أن يطبق هذا الشرط على الوجود في المناطق المغلقة والمخصصة للأنشطة الثقافية والفنية فقط مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية كما قررت اللجنة تفتح خمس منافذ بيع إضافية بجانب المنصة الإلكترونية لاستيعاب أكبر عدد من الزوار وتبسيط الإجراءات عليهم وتقرر أيضا دخول الأطفال تحت سن 12 سنة مجانا بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويستقبل المعرض الجمهور يوميا اعتبارا من الساعة العشرة من صباح يوم الخميس السابع والعشرين من يناير ويستمر حتى يوم السابع من فبراير والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة نعم الأخبار الاقتصادية مع رجائي رمزي إليك رجائي شكرا رغضا شكرا صحر مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء فيه على مواصلة الاقتصاد المصري أداءه القوي في عشرين واحد وعشرين والبداية المبشرة للإصلاحات الهيكلية كمرحلة ثانية للإصلاح الاقتصادي هذا واستعرض التقرير نتائج المشارات الكلية للاقتصاد لخطن إلى استمرار تحقيق النمو اقتصادي موجبين للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا الذي سجل فيها 3.3% العام الماضي و3.6% في العام المالي 2019-2020 بشأن البطالة أوضح تقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعادلاتها للعام الثاني على التوالي وذلك خلال أزمة كورونا حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021 أطلق برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية التطوير والترمية أطلقت دورة الأولى من البرنامج التدريبي لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية على إدارة مشروعات التمكين الاقتصادي ذلك في الفترة من الثلاثين من يناير حتى الحادي عشر من فبراير القادم وذلك في إطار البرتكول الموقع ما بين الطرفين نهاية العام الماضي يهدف إلى تأهيل وتدريب مئة جمعية ومؤسسة أهلية على إدارة وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي أيضا الاستدامة المالية حيث صمم البرنامج لرفع قدرات الجمعيات الشريكة لبرنامج فرصة لضمان تحقيق النتائج وتنفيذ المشروعات قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هل السعيد إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد بخطة عام 2021-2022 يصل إلى 178 مشروعا وأضافت أن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تبلغ 17 مليار وتسعمائة مليون جنيه جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد العام 2021-2022 ذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية العام الثالث على التوالي أكد رئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب أكد أن مصر استطاعت توفير مناخ جاذب للإستثمارات الأجنبية حيث حقق الاقتصاد المصري استقرارا ملحوظا ومعضلات أداء إيجابية وخلال لقائه مع سفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمن أشر رئيس هيئة الإستثمار إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الإستثمار الخاص وقيامها بالتواصل المستمر مع الشركات الألمانية العاملة في مصر أيضا الشركات المهتمة بتنفيذ الاستثمارات الجديدة لعرض فرص الاستثمار والتوسع في المجالات محل اهتمام الشركات الألمانية والتي تتنوع في عدة مجالات أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا معنا مصر طولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير قطاع التمور باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الواعدة وخلال افتتاحها فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية بسيوى أشارت وزيرة التجارة إلى نصر تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي ذلك في إنتاج التمور بنسبة بلغت 18% والأولى على المستوى العربي بنحو 23% قالت الوزيرة أن هذا المهرجان يعد بمثابة خطوة هامة نحو النهوض بقطاع التمور وزيادة قدرته التنفسية دولية لما يسهم في الارتقاء بالصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب من عدة يمكن عندنا في المهرجان ما يقرب من 100 عارض ممثل من جميع الشقاء بالدول العربية والإضافة إلى الشركات المصرية بكل المحافظات في مصر سعادة جدا أن هذا المهرجان يقام على واحد سيوى في أقصى غرب جمهورية مصر العربية ويمكن بعد أيام قليلة من مؤتمر الشباب الدولي في شرم الشيخ في أقصى شرق جمهورية مصر العربية ليؤكد أن مصر فتح زرعيها من شرقها إلى غربها ليميع المتعاونين معها ولتحقيق التنمية المنشودة نتحول بكم مشاهدين إلى أسواق المعادنة في سعيثون خفضت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.5% ليسجل 1835 دولار للأوقية على صعيدة المحلية شهدت أسعار الذهب تراجعا بقيمة ثلاثة جنيهات بعد هبوط الذهب بالسوق العالمي حيث سجل ذهب عيار 18 نحو 687 جنيه أما عيار 21 فسجل نحو 800 جنيهين 2 للجرام في حين سجل ذهب عيار 24916 جنيه فيما وصل سعر جنيه الذهب نحو 6416 جنيه كشف بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي عن تقديم ضمان بقيمة 91 مليون يورو لمحفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أنشأها بنك بي بي أم الإيطالي والتي تهدف إلى توفير التمويل والسيولة اللازمة لهذه الشركات من خلال توفير قروض مدعومة يبلغ مجموعها حوالي مليار يورو كجزء من حزمة الإجراءات البالغة 540 مليار يورو والتي وافق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2020 والمخصصة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والتباطئ الانتاجي الناجم عن انتشار وباء كورونا بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى الزملاء رغدا وسحر إليكم شكرا رغدا وبهذه الأخبار الاقتصادية انتات نشرة السادسة ولكن يتبقى التذكير بالعنوية الرئيس السيسيو تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية ختم فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك تبوك خمسة التحالف العربي يعلن مقتلى أكثر من أربعين من قوات الحوثي وتدمير خمس آلية عسكرية خلال عمليات كمالة نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة